السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نقدر ننزل ونسبت ويندوز حداشر اصدار خمسة وعشرين على اي جهاز حتى لو كان مش مدعوم رسميا من ميكروسوفت الخطوات بسيطة من غير تعقيد لو حضرتك حابب تعرف هنعمل مع بعض ده ازاي تابع معي الفيديو للنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بازن الله حابب ان انا اسبت ليك ان الجهاز اللي انا شغال عليه ده غير مدعوم من ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتش تو طيب انا عرف ده مع بعض ازاي كل اللي انت هتعمله هتروح رايح على قيمة ستارت وبعد كده تروح رايح على الاعدادات وهتنتظر وبعد كده تروح رايح على التحديثات والامان تمام وهتروح رايح على الجانب الشمال زي ما حضرك شايف كده لا يفي هذا الكمبيوتر حاليا بمطالبات ويندوز حداشر طيب فيه اثبات تاني لو انا جبت حاجة اسمها فحص حالة الكمبيوتر وبدأت شغل هذا البرنامج عشان اتأكد ازا كان الجهاز بتاعي مدعوم وينفع ان انا نزل عليه ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتش تو ولا لا طبعا هبدأ اضغط على اتحقق الان تمام زي ما حارك شايف كده بيقولك لا يستوفي جهاز الكمبيوتر الشخصي هذا بمطالبات آآ نظام ويندوز حداشر وبيقولك ان المعالج بتاعه غير مدعوم طيب في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله بالرغم ان الجهاز ده غير مدعوم لكن انا اعرفك ازاي اتثبت نسخة ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتش تو على الجهاز بالرغم من ان الجهاز غير مدعوم من شركة ميكروسوفت لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي خطوات تثبيت ويندوز حداشر على جهاز غير مدعوم الخطوة الاولى اللي انا هعملها هفتح المتصفح بتاعي واكتب ويندوز حداشر وبعد كده اختار تنزيل ويندوز حداشر من موقع ميكروسوفت انتظر طبعا الحديث ما الموقع يحمل معي طبعا ده الموقع الرسمي بتاع شركة ميكروسوفت هبدأ اختار حد التنزيل عشان اختار اللي هو ملف الايزو طبعا هنزل اللي هي ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتش تو بعد كده هبدأ اختار اللغة هتختار اللغة اللي هي تناسب حضرتك انا هنا اختار اللغة العربية واضغط على تأكيد هيتم اتحقق طبعا من صحة طلبك تبدأ تظهر معك النسخة هي طبعا بنسخة اربعة وستين بيت زي ما حرك شايف كده هيبدأ يظهر ملف النسخة هو حوالي سبع جيجا تبدأ في عملية التحميل طبعا انا عشان حملت الملفة بكده فهعمل عملية ايقاف للتحميل لان انا الملف محمله قبل كده الخطوة اللي بعديها ان انا اجيب آآ برنامج ريفوز من الموقع الرسمي اللي هو عشرة تمام هبدأ افتح آآ ريفوز عشرة وفي نفس الوقت اكون مجهز فلاشة آآ ما تقلش مسلا عن آآ ستاشر جيجا وتبدأ تختار عشان تحدد نسخة الويندوز اللي انت لست محملها تبدأ تحدد له المكان اللي انت شايل فيه النسخة طبعا انا شايله على سطح المكتب وبعد كده تضغط على فتح طبعا البرنامج هيبدأ يقرأ النسخة واتحقق منها ويفحصها وتأكد ان هي ما فيهاش اي مشكلة الخطوة اللي بعد كده تبدأ تحدد هل الجهاز بتاعك بيعمل بنظام مي بي آر ولا جي بي تي طبعا انا الجهاز بتاعي جي بي تي الخطوة دي مهمة جدا عشان النسخة تنفع تشتغل معك بممتهى البساطة تمام ابدأ اه اضغط على طبعا هنا هيظهر معي مجموعة من الخيارات طبعا هعلم الخيار بتاع ازالة متطلبات وشريحة وانا انا اقوم بازالة حساب وتعطيل جميع بيانات الخصوصية وتعطيل التشوير التلقية والخيار الاخير هبدأ اضغط على اوكي بعد ما اضغط على اوكي هتبدأ عملية حرق النسخة على الفلاشة هو انا بينبهك ان كل اللي موجود على الفلاشة هيتم حرقه او هيتم مسحه عفوا طبعا هيبدأ اه عملية نسخ الملفات على الفلاشة كل اللي مطلوب منك في الوقت ده ان انت تنتظر لحين الانتهاء من نسخ الويندوز على الفلاشة الموضوع طبعا مش هياخد وقت كبير معك حسب سرعة الفلاشة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك زي ما حدرك شايف كده بقى انه سبعين في المية تمانية وتسعين تمام طبعا الجزء ده انا في الفيديو مصرعه هيبدأ اه يطبق بعض التخصصات في الويندوز تمام هننتظر لحين الانتهاء بالكامل هنا طبعا تم الانتهاء هبدأ اضغط على اغلاق كده انتهينا من حرق النسخة بمنتهى البساطة الخطوة اللي بعد كده هبدأ احط الفلاشة بتحتي واعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر وابدأ ادخل على الفلاشة هبدأ اختار اللغة اه طبعا هختار اللغة العربية مصر وبعد كده تبدأ تضغط على التالي اه هاتقض برضو على التالي وبعد كده هوافق على حسب كل شيء هضغط على التالي هيتم تجهيز والدخول على شروط الترخيص ده طبعا دليل على انه هتخطى كل متطلبات اه النسخة طبعا النسخة كانت ما ينفعش ان انا سبتها على الجهاز بتاعي هتبدأ تحدد الهارد ديسك بتاعك هتحدده وبعد كده تبدأ تعمل حاجة اسمه ينشاء قسم جديد وتضغط على تطبيق وهتنتظر لحديث ما يتم تهيئة اه البرتوشن اللي انت هتثبت عليه النسخة بعد كده هضغط على التالي هيتم فحص الاقراس وبعد كده هيبدأ يسبت لك النسخة زي ما حضرك شايف كده عملية تثبيت النسخة طبعا هتستغرق وقت حسب سرعة الجهاز الخاص بك وحسب اذا كان عندك الهارد بتاعك اه اس اس دي ولا اتش اه دي اتش دي طبعا اه كل المطلوب منك في الوقت ده ان انت تنتظر لحين الانتهاء من تثبيت النسخة على جهاز الكمبيوتر بتاعك طبعا في الوقت ده ممكن جهاز الكمبيوتر يعمل عدد تشغيل عدة مرات مفيش اي مشكلة خالص ارقى تنتظر لحين الانتهاء زي ما حارك شايف كده اه عملية التثبيت اه قيد التقدم وهو بيطلب منك طبعا ان انت تخلي جهاز الكمبيوتر بتاعك شغال ما تعملوش عملية اغلاط هننتظر بيقول لحضرتك طبعا لحظة واحدة عشان يجهز لك اه ملفات التثبيت هبدأ اختار اللغة العربية مية واحد هيتم التحقق من وجود تحديسات على جهازك انا انتظر طبعا لحين الانتهاء من هذا المطلب يعني الخطوة اللي جاية بقى تبدأ تدخل الاسم بتاعك اللي انت هتسمي بيه جهاز الكمبيوتر فانا طبعا سميته مصطفى خطوة كلمة المرور هنتخطاها زي ما حارك شايف كده يدرنا انا نتخطح سان ميكروسوفت تمام ودخلني على اللي هو الشاشة بتاعة اه فتح جهاز الكمبيوتر زي ما حدراك شايف كده وصلنا لسطح المكتب لو ده فت بقى حبيت اشوف النسخة اللي انا مسبتها عن طريق اه اللي هو حرف الويندوز مع الار هتلاقي ان النسخة زي ما حارك شايف كده خمسة وعشرين اتش تو لو انا حبيت بقى ان انا ادخل على اه البرتشن واشوف المساحة اللي خديتها النسخة اللي هي بتاع اه ويندوز حداشر الفين خمسة وعشرين اتش تو احدث نسخة موجودة على موقع ميكروسوفت هبدأ افعلى برتشن اس سي هنزل عند خصائص زي ما حضرتك كده هتشوف معي ان النسخة تقريبا وغدا حوالي ستاشر جيجا طبعا ده بدون ما تثبت اي من البرامج طبعا اه بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء الجديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان وصلاف منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته